عشان قدي النشاط الرياضي حقه إن عناصر الدعم كان فيه انتقاء أنا كنت بتفرج على الدور السنة اللي فاتت لفت نظري لاعب في بيترو جيت قلت اللاعب ده بشخصية الآله يارب ييجي النادي الآله بقولها وأنا نفسي أرفع سماع تليفون وأكلم الناس مفيش أسبوع لقيته اتنقل للآله أحمد عزم لاعب بشخصية النادي الآله عايز أقول إن العين المصحصحة دي يجب أن تستمر والدعم مش وانت متواقف الدعم يعني التطوير كل حاجة تعلي الفرقة اشتغل عليها حتى الراجل الأمريكاني اللي كان هنا قبل كده ما قدمش هذا المستوى قبل كده طيب كابت الخطيب كمان هنة فريق البنات وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل كل عناصر المسؤولية الكبيرة فيما هو قادم والاستمرار في مضاعفة الجاهد لحظ البطولات المحلية والقرية وأكد الكابت المحمود الخطيب في برقية تهنئته لبطلات الكرة الطائرة على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق والاستعداد الجايد للبطولة الأفريقية القادمة كما هنة أيضا جماهير الأهلي التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات وتقف دائما خلف نديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات الحقيقة يعني أسعدونا جدا جدا الكرة الطائرة رجال وبنات وعايز أقول لكم أنه الصديق العزيز طريق الأدور وهو مسؤول اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي الكرة الطائرة أكم من مرة يلفت انتباهنا إلى أن أحمد صلاح كابتن ونجم النادي الأهلي مع زميلي أيضا عبدالله عبدالله سلام ممكن الاتنين يكونوا عندهم أرقام قياسية عالمية كأساطير الصلاة بلا أي منازعة يعني ما في لاعب في ألعاب الصلاة على مستوى العالم ينازع أحمد صلاح وأيضا عبدالله عبدالله سلام وفي كل الألعاب في كل الألعاب في ألعاب الصلاة إذا كان سلة طائرة يد ما في حد حقق من البطولات محليا وقريا وعالميا وتواجد بهذا الكم من المباريات والبطولات أعلى من أحمد صلاح اللي تقدروا تعتبروه نصر الصلاة الأول في العالم يقترب منه يمكن عبدالله عبدالله سلام وهو أيضا نجم كبير جدا في هذا الحصاد البطولي الاتنين بيمثلوا تعارف يا أستاذ الرئيس الجنحين المهمين جدا لطائرة الأهلي أحمد صلاح ضارب أي وشروطه على مستوى العالم كان بيحصل عليها أنه هو من الظواهر في الضرب على مستوى العالم أي الضارب ده بالذات محتاج يكون أعلى ليخف الفريق لأن كله قفزات وتلويح بالوسط وبالضهر والدراع والكتف بيبذل مجبوط في كل بنت يعني ممكن صانع الألعاب يقدر يكبر في السن ويفضل يقد الدور شوية لكن الضارب ده المكانش يرتقي ويرتفع وسرعات الدوران دراعه تبقى زي ما هي هيفقد كثيرا فالراجل نارد 38 أو 39 سنة لا زايرة طبعا وأصورة طبعا صحيح بيبذل